بخطوات يحدوها الأمل بمعاودة الإنتاج، تعاقدت الشركة العامة للزجاج والحراريات في الأنبار مع الشركات الاستثمارية الروسية لإعادة تأهيل وإعمار معمل الزجاج وتشغيل سبعة مشاريع إنتاجية منها معامل الزجاج والسيراميك والحراريات وغيرها بعد استحصال التمويل المالي للشركات الروسية. تعاقدت الشركة العامة للزجاج والحراريات مع الشركات الروسية لغرض إعادة تأهيل وتشغيل وتطوير معامل سبعة مشاريع إنتاجية من معامل الزجاج ومعامل السيراميك في 18-3-2021. طلبت الشركات الروسية بإدراج هذا المشروع ضمن أعمال اللجنة العراقية الروسية لكي يأخذ الطابع الحكومي لكون الشركات الروسية تمويلها من دولة روسيا من بلدها. وتؤكد إدارة معامل الزجاج بأنها تتابع استثمار المعامل السبعة بعد الاجتماع الذي سيعقد في موسكو مطلع الشهر المقبل لأجل المباشرة بالعمل وإعادة تأهيل ما دمر منذ عام 2003. دائبت شركتنا على متابعة العقد المبرم مع هذه الشركات الروسية إلا أن الشركات الروسية طلبت دعم حكومي من وزارة الصناعة والتي تم استجابة هذا الطلب من قبل الوزارة وبالتالي سيمتم عقد لقاء بين جانب العراق وجانب الروسي في روسيا لغرض إعطاء الصبغة الحكومية على هذا الاتفاق أو على هذا العقد. ونتأمل إن شاء الله بعد شهر السابع المباشرة في أعمال التهيل والترميم لمعامل الشركة. أعداد كبيرة من المعامل والمصانع في الأنبار تعرضت إلى دمار وخراب وسرقة جراء الحرب على تنظيم داعش الأرهابي فيما تحتاج هذه المعامل إلى دعم حكومي لإعادتها للخدمة كسابق عهدها أو إلى مد يد الاستثمار إليها لجني ثمار إنتاجها. من الأنبار أحمد الحمداني قناة التغيير أرداد حمدًا أعمال أحضار أعطاء 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 اشتركوا في القناة